الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية أرجو أن أقدم في هذا المقطع القصير موضوعا هاما في النظرية الكلية وخاصة بما يتعلق بالسياسة المالية للحكومة أي حكومة طبعا وعنوانه اللافت هو المثبتات أو الموازنات التلقائية ما نسميها Automatic Stabilizer أو ما يسمى في بعض الأحيان Built Instabilizer سأشرح إن شاء الله بعد قليل نتابع تعتبر المثبتات أو الموازنات التلقائية المثبتات المبنية كما ذكرت قبل قليل في جوانية النظام المالي العام نظام السياسي المالية Built Instabilizer يعتبر هذا الموضوع من أهم موضوعات النظرية الكلية وخاصة في مجال كما ذكرت السياسي المالية أو ما يسمى Physical Policy من أهمها تعقوم الحكومة بتوظيف المثبتات هذه المثبتات الآن التلقائية سأشرحها في محاولة لتقليل ما يسمى بالفجوة التضخمية أو ما يسمى Inflationary Gap أو ما يسمى بالفجوة الإنكماشية أو Deflationary Gap سأشرحها إن شاء الله ما هي الفجوة التضخمية كما ذكرت قبل قليل وما هي الفجوة الإنكماشية وكذلك الأمر ما هي المثبتات أو الموازنات التلقائية أرجو الانتباه لأن المقطع قصير ولكن هناك دقة في الشرح على الأقل في كثرة المفاهيم الوالدة هنا وعلى بركة الله نتابع قبل الحديث عن المثبتات أو الموازنات التلقائية لابد من وصف شكل السياسة المالية أشكال السياسة المالية المعروفة لدينا بالنظرية الاقتصادية التي تبناها أي حكومة هناك شكلان من السياسة المالية إذن السياسة المالية لها شكلان سياسة مالية تقديرية تقديرية ما يسميها Discretionary Fiscal Policy أو سياسة تقديرية تقوم بها الحكومة بناء على مداولات ونقاشات وقد تحتاج إلى تشريعات مكتوبة أو مقترحة ما يعني بأنها تستهلك وقتا ثمنا عندما يجتمع الوزراء أو تجتمع الدوائر المعنية حتى يناقشوا أمرا يتعلق بالضرائب أو بالإنفاق ربما هذه المناقشات والمداولات تستغلق وقتا ثمينا وبالتالي عرض الاجتهاد والتقدير أما الشكل الثاني فهو سياسة مالية سياسة مالية كما ذكرت قبيل بواسطة المثبتات التي ذكرتها أضحب اللون أزرق حتى وميزها المثبتات الموزنة التلقائية أي الآليات التي تعمل بشكل تلقائي داخل منظومة المالية العامة أو السياسة المالية إن شاء الله ستكون واضحة بعد قليل قد تكون السياسة المالية السياسة المالية إما تكون توسعية زيادة في الإنفاق وانخفاض في الضرائب أو إنكماشية إنكماشية زيادة في الضرائب وتقليل بالإنفاق العام وخاصة الإنفاق الرأسمالي فهناك نوعان من السياسات المالية سياسة توسعية expansion or fiscal policy أو إنكماشية contraction or fiscal policy السياسة المالية التوسعية هي زيادة الإنفاق وتقليل الضرائب حتى يعني الآن الاقتصاد ينتعش ويزدهر والإنكماشية تقليل الإنفاق وزيادة الضرائب سنقوب أولاً بالشرح بسيط عن الفجوة التضخمية والفجوة الإنكماشية بواسطة رسم بيانة بسيط الآن على المحور الأفقي الزمن على المحور العمودي دعوني أميز هذا الزمن الآن على المحور العمودي ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي real GDP هنا real GDP ضروري ذكر في أي دولة هناك إمكانيات الإنتاج المقصود فيها الآن إذا وظفت الدولة إذا وظفت الدولة كافة الموالي الإقتصادي المتاحة لها فإنها تصل إلى ما يسمى بالإنتاج هذا الإنتاج اللي هو عند التوظيف التام لنفترض بأنه هذا هو الخط بالاستقيم الذي يزداد مع الزمن العظوري وهناك ترند أو اتجاه يتصاعد لكن هذا الإنتاج عند التوظيف التام يتعرض إلى في بعض الأحيان إلى الخفاضات معينة نتيجة الاعتبارات معينة لذروف أو عوامل أو عناصر معينة أو انخفاضات وبالتالي هناك تذبدب حول الإنتاج عند التوظيف التام يأخذ الشكل التالي تقريبا يعني هذا الآن التذبدب حول الإنتاج عند التوظيف التام يأخذ هذا الشكل المتموج حوله وبالتالي الآن لا بد من أن ننظر هنا بأنه وصل إلى قمة هنا وصل إلى قاع هنا وصل إلى قمة ومن ثم إلى قاع وهكذا ما يعني الآن بأن الإنتاج في هذا الاقتصاد عند نقطة قمة كان أعلى من إمكانيات الدولة أعلى من إمكانية الآلة الاقتصادية التي تتكون من موارد الاقتصادية الأرض العمالة رأس المال الحقيقي وقدرات التنظمية وطبعا دعم المؤسسات لكل هذه الموارد وإذا وصل للقاع الآن بمعنى آخر بأن الإنتاج كان أقل من إمكانيات الدولة أو الاقتصاد فإذا كان زاد عن إمكانيات الدولة تحدث ما يسمى بالفجوة التضخمية هذا الآن السهم بالاتجاه الأسفل والأعلى هو ما يسمى بفجوة تضخمية هذه الآن فجوة تضخمية لأن الآلة الاقتصادية أنتجت أكثر من إمكانياتها وبالتالي في مصطرح نستخدمه بلغة الاقتصاد الكل بأن الآلة الاقتصادية سخونت وبالتالي ارتفعت الأسعار وأصبح مضاربة كثيرا على المواد الاقتصادية الأجور ارتفعت أسعار المواد ارتفعت كلفة الاستثمار ارتفعت وبالتالي حدث الفجوة التضخمية أما إذا الآن الآلة الاقتصادية أنتجت أقل الآن أقل من إمكانياتها هذه تسمى فجوة انكماشية معنا بصير في عندي deflation تصير عندي عرض عمل أكثر من المطلوب فيه الأسعار تنخفض استثمار بقل وهكذا وبالتالي الآن كيف يمكن للحكومة أن تحارب الفجوة التضخمية وتحارب الفجوة الانكماشية بواسطة أو ما يسمى بالسياسة المالية التقديرية ستأخذ وقتا مداولات وحتى يكتشفها يعني المخططون الاقتصاديون حتى يكتشفوها تأخذ وقت وربما تكون ضارة الاقتصاد فعادة ينظر الاقتصاديون إلى هذا الوضع وكأنما بقولوا أنه عندما يزدهر الاقتصاد الآن عندما يزدهر الاقتصاد تزداد الضرائب وإذا حصيلت الحكومة زادت وقل الإنفاق الذي تقوم به في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالبطالة والفقر وما شابه أو الإعفاءات الضريبية يعني لأنه عندما الآن يزدهر الاقتصاد بتقلل العفاءات الضريبية ترتفع الآن الإيرادات الضريبية لهذه الحكومة اللي رعي لهذا الاقتصاد وبالتالي الآن بتقلل التزامات الحكومة بالإنفاق خاصة في المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالبطالة وبالفقر ما يحدث في هذه الحالة إذا حدث فجر تأخذ بسرين عندي تصحيح بواسط زيادة الضرائب هنا التصحيح هذا اللون الأزرق تصحيح أما إذا حدثت فجوة كماشية الضرائب تنخفض والآن التزامات الحكومة في البعد الاجتماعي فقر وبطالة ترتفع وبالتالي يحدث تصحيح آخر لاحظوا لي هنا التصحيح في الفجوة التضخمية بمعنى أن الإنتاج قل نحو ما يسمى بالنقصة الإنتاج عند التوظيف التام وفي الفجوة الإنكماشية الإنتاج ارتفع قليلاً نحو الإنتاج عند التوظيف التام ما يعني الآن آلية الضرائب والإنفاق هنا في هذا القطاع اللي هو الفجوة التضخمية ترتفع الضرائب الحكومية أو إيراداتها على الأقل يعني الإيرادات الضريبية ترتفع والتزاماتها نحو الفقر وبطالة تكون أقل مما لو كان في عندي فجوة انكماشية هنا الفجوة الإنكماشية هذه بتكون أقل لأن في حالة الإزدهار الأقتصادي الإيرادة الضريبية ترتفع والكل ينتعش أما في حالة الانكماش الانقتصاد أو الانحصال الاقتصادي أو رسشن فيزداد عدد الفقراء العاطين على العمل وبالتالي التزامات الحكومية ترتفع ما يعني الآن الحكومة هنا صححت الموقف بواسط الضرائب وقلة الانفاق وهنا صححت الموقف بواسط انخفاض الضرائب وزيادة الانفاق هذه الآليات التي حدثت هنا وحدثت هنا هي ما تسمى بالمثبتات المثبتات أو الموازنات التلقائية إذن ما حدث هنا انخفاض وما حدث هنا الارتفاع نحو طبعا الانتاج عند التوظيف التام نتابع الآن سأشرح التفاعل الكل يعني بين الطلب الكل طبعا في حالة المثبتات اللي هي السياسي المالي ماذا يحدث يعني عندما الآن يتفاعل الطلب الكل مع العرض الكل وتحدث هناك صدمة معينة فسأستخدم يعني رسمين بياني إيان هنا الأول يتحدث الآن المحور الأفقي عندي الآن Real GDP أو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الحقيقية وعندي هنا مستوى الأسعار على المحور العمودي والأغرق الديماند هذا هو عندي الطلب الكل لكن في المرحلة الأولية هنا المرحلة قبل ما تحدث أي صدمة وعندي الأغرق السبلاي بنعتبره ثابت الأغرق السبلاي هو العرض الكل ثابت لكن الأغرق الديماند الآن هو الذي يتغير فنتيجة لصدمة معينة كأن نقول انخفض الدخل الكل يعني الحكومة قلت انفاق لسبب ما لأي اعتبارات أو الخفض الصادرات أو تعرض الاقتصاد إلى صدمة معينة ما يعني الآن قبل الصدمة نقطة الالتقاء الآن بين الأغرق السبلاي الأغرق السبلاي والأغرق الديماند هنا هذه بنفترض بأنها هي نقطة التوظيف التام بمعنى آخر التقاء الأغرق الديماند في الحالة الأولى هنا هذه مع الأغرق السبلاي التقوا عن نقصة التوظيف التام وبالتالي كل الموارد يعني بتعمل بالاقتصاد الآل الاقتصادي بتعمل فقط بكفائتها وقدراتها الانتاجية هذا الآن نسميه احنا GDP at full employment ذكرت قبل قليل بأنه نتيجة اللي صدمه معينة انخفض الآن طبعا سألجأ إلى هذه الصورة بعد قليل بعد ما أشرح الأغرق الديماند ما هي تتحدث عن موازنة الحكومة هنا لكن الآن حدث الصدمة أدت إلى انتقال الأغرق الديماند من هذا الوضع اللي هو AD1 إلى AD2 ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث بأن التقاء الأغرق الديماند مع الأغرق السبلاي كان بالمرحلة الأولى هنا فهذا مستوى الأسعار رقم واحد وهنا عند نقطة التوظيف التام بالموارد عندما تعرض الإقصاد إلى صدمه انتقل منحنى الطلب الكل إلى اليسار وبالتالي ما حدث اللي أنا أميز هابلون أسود هنا ما حدث بأن نقطة التقاء أدت إلى انخفاض في الناتج المحلي إجمالي بالأسعار الحقيقية وانخفار مستوى الأسعار هذه الحالة أدت إلى إذا لأن الصدم إلى اليسار أدت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وبالتالي نفترض بأن الحالة يعني نقول بأن انخفضت إلى هذا الحد لاحظوا لي هنا هذا عندي هنا فائض في الموازنة هنا عدس في الموازنة وبالتالي أي شيء أقل من الصفر عدس أي شيء أكبر من الصفر بيكون فيه عندي فائض فإذا الآن لدينا هذا الحكي أنه انخفضت الإيرادات وأصبحنا عند هذه النقطة لاحظوا أنه نتيجة للصدمة للصدمة الاقتصادية التي أدت إلى انتقال منحنى الطلب الكل من هذا الوضع إلى هذا الوضع أدى إلى زيادة التزامات الحكومة وبالتالي هذه الفجوة الآن بين هذه القيمة هنا القيمة المطلقة هذه نتيجة للآليات أو المثبتات أو الموازنات التلقائية لا بد الآن نتيجة لانخفاض الضرائب أن ترتفع التزامات الحكومة مضطرة الآن الحكومة لأن تنفق أكثر لأن تنفق أكثر أما إذا الآن العكس لاحظوا لي هنا هنا قلنا إذا انخفضت الضرائب فبتكون ووقفت هنا طبعا حصيلة الضرائب الآن وبالتالي الآن هذا الآن التدخل الحكومي أدى إلى رفع الاقتصاد وبالتالي زالت التحويلات لاحظوا لي كان الصفر أصبحت عند هذه النقطة الضرائب كانت تساوي التحويلات الآن أصبحت هنا أما إذا الآن الصدمة كانت إيجابية هاي aggregate demand number 3 خلنا نقول ما يحدث الآن بأن الإنتاج زاد لاحظوا لمستوى الأسعار تفع إلى P3 الإنتاج زاد إلى اليمين وبالتالي الإيرادة الضريبية زادت لنقترض أنها زادت هنا وبالتالي الآن built-in هذه بتقلل الآن مكسب الحكومة وهذا خسارة على الحكومة إذن الآن built-in stabilizer أو automatic stabilizer أو الموازنات التلقائية تعمل بشكل تلقائي على أنه إذا كان فيه عندي ازدهار اقتصادي يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب وتقليل أو انخفاض في التزامات الحكومة في قطاع أو يعني الأبعاد الاجتماعية اللي هي بطالة وفقر أما الآن إذا كان فيه عندي انحسار الاقتصادي يؤدي إلى تدخل حكومة طبقة القائلة لأن الضرائب حصيلتها انخفضت وزادت التزاماتها فيما يتعلق بالبطالة والفقر ما يعني بأن هاتان الآليتان اللي هم متبتات خلال الضرائب والإنفاق تحويلات أدت عملها داخل المنظومة الاقتصادية وحية التي نسميها احنا أو المثبتات أو الموازنات التلقائية في السياسة المالية العامة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن نكون قد قدم الفائد المرجو لكم جميع أحبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر